نروح بقى لمجلس النواب مجلس النواب النهاردة وبعد توقف 42 يوم بسبب فيروس كورونا مجلس النواب استأنف جلساته وبدأ دخول النواب والموظفين والصحفيين من خلال بوابات التعقيم الذاتي وتسلم الجميع كمامات طبية وتم قياس درجات الحرارة قبل الدخول والحقيقة كان الجميع في منتهى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية وأبرز ما جاء في جلسة اليوم كان موافقة البرلمان برئاس الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ وقتحت التعديلات الجديدة لسلطة الطوارئ اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا وعلشان نعرف كل اللي حصل النهاردة في مجلس النواب هيكون ضيفنا النهاردة وكيل مجلس النواب السيد الشريف وحنترح معاك كل الملفات المهمة المرتبطة بجلسة اليوم